إزاي تروح معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ معرض القاهرة الدولي للكتاب ينطلق في دورته الأربعة وخمسين بأرض المعارض بالتجمع الخامس تم تخصيص سبع خطوط أوتوبيسات لنقل رواد المعرض الخط الأول من ميدان عبد المنعم رياض، ثم رمسيس، العباسية، جمعة الأزهر، محور المشير ليصل إلى معرض الكتاب الخط الثاني من دوران شبرى، شارع شبرى، ميدان أحمد حلمي، شارع رمسيس، العباسية، نادي السكة، جامعة الأزهر، محور المشير، وصولاً لمعرض الكتاب الخط الثالث من النزهة الجديدة ميدان الحجاز، السبع عمرات، مكرم عبيد، مصطفى النحاس، المنهل، الوفاء والأمل ليصل إلى معرض الكتاب الخط الرابع من ميدان المطرية، الحلمية، كلية البنات، عين شمس، ميدان هشام بركات، الحي السابع، حي السفرات، ثم معرض الكتاب الخط الخامس من ميدان الجيزة، جامعة القاهرة، القصر العيني، السيدة عائشة، الأوتوستراد، جامعة الأزهر، وصولاً لمعرض الكتاب الخط السادس من سقر قريش، المعادي، نادي وادي دجلة، الطريق الدائري، محور المشير ليصل إلى معرض الكتاب الخط السابع من سراي القبة، ركسي، السبع عمرات، الحي الثامن، الوفاء والأمل، ثم محور المشير، وصولاً لمعرض الكتاب بالتجمع الخامس مترو الأنفاق، التوجه إلى محطة الشهداء بالخط الثاني لمترو الأنفاق، أو محطة مترو كبري الأوبة، واستقلال الأوتوبيسات المخصصة لمعرض الكتاب خطوط السيرفيس من مواقف عبد المنعم رياض، أحمد حلمي، السلام، السيدة عائشة بتعريفة ستة جنيهات، ومن موقف تشكا بحلوان بتعريفة ثمانية جنيهات بالسيارة، قم بضبط اللوكيشن على أرض المعارض بالتجمع الخامس يخصار، معرض الكتاب هاي خلاص بكرة، أنا من الناس بحب معرض الكتاب جداً بجد والله وما يرى عندي ذكريات طفولية كتير جداً معا، ثم ذكريات في مرحلة أكبر بقى بتاعت سن الصبا، ثم المراقة، شباب حاجات زي كده وتشيل الشنطة وتروح وتملك كتب وبعدين هتقرأ كل ده المرا دي، بقى إحنا هنقض نقرأ بقى على مدار الأسابيع القادمة طبعاً دي كانت الجمل بتاعت لما نيجي نروح إيه صحبة وشلة بقى كده وإحنا في الجامعة هتقرأ كل دول فإنه إحنا هنقض بقى نقرأ وخلي بالك ورده المعرض بيقدم الكتاب بسعر معقول حقيقي يعني المرة دي بالذات أنا بالنسبة لي كانت المسألة مفاجئة جداً إنه لسه في كتاب بجنيه فرحت فرحة لما عرفت الحكاية دي لسه في كتاب بجنيه إذن على رأيي محمد بني لسه الأحلام ممكنة كتاب بجنيه يا بختنا والله العظيم وخد بالك الهدف الرئيسي إن هذا المعرض يستمر فيه تشجيع المصريين على القراءة المعرض اللي هيفضل معرض القاهرة الدولي للكتاب أكبر وأهم معرض للكتاب في المنطقة العربية معرض يفرح الكل يفرحنا ويفرح اللي حوالينا خلونا نروح لزميلي العزيز أحمد الحسيني ونشوف ماذا عندك يا بحميد مساء الخير مشاهدين رسالة جديدة من رسائل معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه الحداشر نقدر نقول إن اليوم الحداشر شهد إقبال كبير جداً من الجمهور كان فيه إقبال غير عادي من الجماهير من مختلف الأعمار السنية سواء من الفتيات أو من الشباب من القبار ومن الصغار وبحسب تصريحات رسمية للمسؤولين على المعرض الكتاب وصل عدد الزائرين للمعرض فيه اليوم الحداشر لتلاتة مليون زائر مواطن من مختلف الجنسيات سواء من مصريين أو من عرب أو من دول أجنبية النهاردة كان فيه فعالياته ندوات ثقافية كتير جداً البداية مع قاعد صلاح جاهين قاعد صلاح جاهين شهدت مجموعة من ندوات بداية من ندوة صلاح جاهين في بلاط صاحبة الجلالة وطبعاً صلاح جاهين هو شخصية المعرض لهذا العام أو لهذه الدورة الرابعة والخمسين كان فيه ندوات وفعاليات ثقافية تانية زي الخطات خود البورس عيدي وطبعاً هي ندوة كمان كانت مهمة جداً عن الخط العربي بالإضافة إلى أن القاعدة الدولية شهدت أيضاً مجموعة من الندوات والفعاليات الثقافية من بين هذه الندوات التي كانت موجودة كانت الثقافة السياحية في الأردن وطبعاً الأردن هي ضيف شرف المعرض لهذا العام وبالتالي احنا بنتكلم عن فعاليات ووجبة ثقافية دسمة مهمة جداً بيشهدها معرض القاعدة الدول الكتاب خلال أيامه اللي فاتت وبالتالي كمان النهاردة أو يتبقى يوم واحد لنهاية هذه الفعالية الثقافية معرض القاعدة الدول الكتاب اللي بيغلق أبوابه يوم 6 فبراير يعني غداً بإذن الله وبالتالي هي فرصة مهمة جداً لمحبي شراء الكتب ومحبي القراءة ومحبي حضور هذه الندوات الفقافية والفعاليات الفنية المختلفة إنهما يجوا ويحضروا معرض القاهرة الدول الكتاب قبل أن يغلق أبوابه وطبعاً بيفتح أبوابه في العشرة الصباحاً طبعاً من خلف كمان مجموعة من العروض الفنية اللي بتتوالى على المسرح الخارجي هنا في المعرض القاهرة الدول الكتاب النهاردة يمكن كان فيه مجموعة مختلفة من العروض الفنية زي الفنون الشعبية وأيضاً سرق القوم يقدم مجموعة من العروض الفنية اللي بيكون فيها أقبال كبير جداً من الجمهور وبالتالي هي فرصة مهمة جداً ينبغي على كل مواطن أو كل زائرة كل محبي القراءة إنه هو يكتسب ويستفيد من هذه الفرصة ويحضر قبل إغلاق المعرض لأبوابه شكراً لكم وإلى اللقاء طيب دي كانت رسالة برضو أكتر من رائعة وأكتر من شاملة جامعة